يقول لك طفل عمر 8 سنوات نجى بأعجوبة اتوفى تقريبا نص ساعة 30 دقيقة وبعدها عادي للحياة شلون؟ صحة النجف تروي قصة طفل اتعرض لصعقة كهربائية مميتة حيث قامت بإنقاذ هذا الطفل الكوادر الطبية قدمت كل جهدها في مستشفيات محافظة النجف لإنقاذ حياة هذا الطفل بعد تعرضها لصعقة كهربائية واستقبلت ردهة الطوارئ في مستشفى الإمام السجاد في العباسية التابع لصحة النجف استقبلت حالة صعق كهربائي مميتة لطفل بعمر 8 سنوات واضي صورة أمامكم وأضافت أن الطفل وصل لهم في حالة فقدان وعي تام هذا أدى إلى توقف نبض القلب واستنفرت كوادر الطوارئ بكل منتسبيها من الكوادر الطبية والتمريضية على عمل الإنعاش القلبي الرئوي له وبعد جهود كبيرة استغرقت زهاء تقريبا نصف ساعة من الإنعاش القلبي الرئوي وبعد صدمتين كهربائيتين عاد قلب الطفل بعناية الله سبحانه وتعالى إلى النبض وأخذ يتنفس وبعد استقرار وضع الصحي أحيل إلى مستشفى الزهراء لإكمال علاجه هذه صور هذا الطفل اللي هو بين أيدي الأطباء وهم يجرون له أملية الإنعاش الرئوي والصعقات الكهربائية لينعاش القلب بعد ما فارق الحياة نصف ساعة فقط يعني قلبه توقف قلبه توقف يعني توفي لنصف ساعة وعادل الحياة مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل هؤلاء الخيرين هذا الكادر الطبي البطل اللي نفتخر بهم حقيقة